ألف موشوعة سماها موشوعة أعلام السلف بدأ فقه أبي بكر الصديق فقه عمر بن الخطاب فقه عثمان بن عفان فقه علي بن أبي طالب جمع من مما رواه السنة عن علي بن أبي طالب مجلد ضخم فقه علي بن أبي طالب والشيعة الذين يدعون هم أتباع علي بن أبي طالب ويزايدون بذلك على السنة ليس عندهم ربع ما جمعه رواس القلعة عن علي بن أبي طالب يعني أنا أقولها بتحدي وعن معرفة ويقول لك والله نحن على مذهب أهل البيت كذب كبرى كذب التشيع انشقاق خلقته مؤامرة وظل المتآمرون هذا الثلاثي الثلاثي الروم والفرس واليهود هو الذي يرعى التشيع واليوم الموقف الدولي هو الذي يساند التشيع وهناك كتاب هذا ينفعكم أن تقرؤوه اسمه صحوة الشيعة ألفه شخص باسم نصر ولي نصر ولي قيل إنه أفغاني وقيل إنه إيراني قد تنصر وهو في أمريكا يشتغل مع المحافظين الجدد جماعة رامزفيلد من جماعة رامزفيلد في أيام بوش كتب هذا الكتاب أسماه صحوة الشيعة طبع الكتاب وترجم وطبع بالترجمة العربية بأكثر من عنوان منها عنوان صحوة الشيعة أعضاء في الكونغرس الأمريكي قرضوا هذا الكتاب وأنا قرأت تقريضاتهم وأحدهم قال من يريد أن يتعرف على الاتجاهات المستقبلية للسياسة الأمريكية عليه أن يقرأ هذا الكتاب وهذا الكتاب إن قرأته ستجد خلاصته الآتي يقول أهل السنة هم الخطر على الغرب وأهل السنة مشروع نهضوي يمكن أن ينفجر في أي لحظة من اللحظات يسترجعوا مجدهم ولا نستطيع السيطرة عليهم فمن أجل ضربهم لا بد من ضربهم يقول لا بد من ضربهم لا بد من إضعافهم ومن أجل ذلك يجب علينا أن نخرج الشيعة من القمقم ونخلق كتل سياسية دول شيعية في وسط دول أهل السنة كي نمنع تماسك الدول السنية وكي تبقى هذه الكيانات الشيعية مصدر لضرب الاستقرار في الدول السنية هذه سياسة الغرب اليوم التحالف أنا أسميه تحالف الصادات الثلاث الصليبية والصهيونية والصفوية التقت مصالحهم ضد أهل السنة والجماعة وهؤلاء الغرب يرعى يرعى التمدد الشيعي اليوم أي عمل دعوي بسيط يوصف بالإرهاب إذا كان من أهل السنة والجماعة أي عمل خيري يمنع أراد أهل السنة أن يفتحوا مدرسة في أفغانستان فمنعتهم أمريكا وجاء الخامنئي وفتح جامعة كبرى في كابل السنية التي ليس فيها شيعي جامعة كبرى وأجيز الغرب يرعى التمدد الشيعي ويريد لهذا التشيع أن يمتد لأنه صنيعت هؤلاء